حيث أثار الكرار بإغلاق برك السباحة وصلاة الرياضة واللياقة المدنية عاصفة من ردود الفعل في أوساط أصحاب أصحابها الذين يطالبون الحكومة بسماح بفتحها فهل تلغي لجنة الكورونا التابعة للكنيسة كرار الإغلاق خلال جدستان منعقدة هذا المساء؟ للحديث حول هذه القضية نضم إلينا الآن في الستوديو في بات حي ومباشر مدرب السباحة والمحاضر في كلية وينكت ومعهد وينكت أيضا الدكتور أحمد نطور مساء الخير مساء الخير إلى كل المشاهدين إذن لماذا جاء إغلاق برك السباحة وصلاة اللياقة البدنية بعد أن افتتحت تم إغلاقها من جديد إحنا إذا لاحظنا الدكتور مشهور ذكر أنه سمح للمصلين يصلوا في المساجد من عشرين لتسعتاش يعني نقصوا واحد على أساس أنه هالواحد هذا رايح ممكن يعمل عدوى فمن هون رايض أقول لك أنه يعني الكرارات اللي بتطلع من مكاتب الحكومية هي كرارات للناس اللي بس بقعدوا في المكاتب في أجواء اللي فيها مكيفات ما إلهم أي صلة بالجانب المهني ياريت لو أنه يكونوا لجنة اللي فيها كمان أشخاص مهنيين اللي يقدروا استشرهم إحنا مش لازم نكون أطباء مشان نقدر نعرف أصلا الأطباء مش عارفين شو كيف بتتم العدوى وشو الكورونا فإحنا بس كمهنيين يعني أنا كمحاضر بعرف أنه الرياضة من شأنها أنها تحسن من الجهاز المناعة وتحسن من تصدي لهذا الفيروس فإنتوا بتيجوا بتكرروا قرار من هالنوع اللي هو قرار أنا بسميه عشوائي طبعا زي ما كرروا من عشرين لتسعتاش إنه نوكف بركة السباحة ونوكف القاعات الرياضية أعطوني يعني أنتوا بتحكوا بأركاء وتحكوا في استاتيستيكا وتحكوا بإحصائيات أعطوني كديش تم العدوى في قاعات الرياضة وبركة السباحة زد على ذلك إنه بركة السباحة تنساش إنه المية معقمة نهائيا بالخلور في البروم يعني الحجر الأساس للتعكيم هو الخلور والإيكونوميكا فإذا بتفوت على البركة أنت اليوم بتشوف إنه زادوا شوية الخلور فأنا ما ظنيش إنه حدا ينعدى حسب نظرياتهم هم الأصحاب الكرار خلينا نكون إنه يصير عدوى في البركة والصلاة طبعا الصلاة الرياضة فيش حدا بيجي بعمل رياضة جنب الثاني كل واحد بشكل فردي بعمل على المشي أو بركض أو بعمل أذكالات أو بعمل فأنا مش شايف إنه الكرار كان كرار مهني لهذا السبب في ضج كبير من قبل المهنيين المدربين ولكن هل تضمن تباعد جسدي في بركة السباحة والبحر؟ احنا اليوم مثلا عندي في المجرسة لفريق بويل كلانسوي احنا فوتنا كل عشرة فركة فركة وكل حارة تقلها اثنين أو ثلاثة اللي بيسبحوا فيها يعني بتشوف هم شملازكين البعض هم بعد عن بعض ابو خمسة ستة متر وبيسبحوا يعني اثنين الميتوا الوقت هم مع المي المي معقبي يعني أنا مش شايف إنه في هناك خطورة لحد هسه ما فيش عنا يعني أحداث اللي بتقول أوكي هناك في عنا عدوى أو في عنا تضخم بالعدوى ما فيش إشي من أنه لحد داي الدكيكة فأنا بنصح الحكومة وبنصح لجنة الكورونا إنه استشيروا ناس مهنيين وتكرروش كرارات يعني هذه هي مطالب أصحاب بركة السباحة اليوم من الحكومة الاستشارة مهنيين وطبعا هل تضمن الالتزام بشروط خاصة إذا تقرر إعادة فتح البرك إذا أنا بأخذ عن حالي فيك اللعن صوي أنا طلبنا من الأهالي جماعة ما تفتوش البركة ما فتوش البركة كل أبو بدي جيب ابنه جاء جاء بكمامي أوكي حطوا على الباب فحصنا سخوني والأبو راح كعد في سيارته فطبعا بضمن هذا الإشي طبعا كل واحد مسؤول عن نفسه لازم يكون مسؤول عن اللي بعمله لأنه هنا في مسؤولية كبيرة كبيرة لأنه إحنا ما بنعرفش أنه اللي عنده عدو أنه ما فيش عنده فلازم يكون عندنا مسؤولية عالية جدا برا الموضوع يعني هناك مثلا برك سباحة مفتوحة وبرك سباحة مغلقة يعني الشيء بالشيء يعني الشيء متشابهة يعني الأشياء الحضر يجب أن يكون هنا وهناك نفس الشيء أنا ما بقدر أحكي لك عن الأشياء اللي هي كيميائية بس ما قدر أقول لك أنه الخلور في الشمس بتبخر بسرعة أزياد لما تكون البركة مغطية الخلور ما بتبخر بهاي السرعة إلا شوية بتبخر بشكل بطيء جدا فقدر أقول لك شو الفائدة من بركة مفتوحة أو شو الفرق من بركة مفتوحة ملاش سكف وبركة اللي هي مغلقة طيب كثير منسمع أنه لماذا مسموح السباحة في البرك التابعة للفنادق مثلا إذا أنت مثلا نزيل في فندق معين يسبح مسموح أنك تدخل غرف اللياقة البدنية مسموح أنك تسبح ولكن في أماكن أخرى ممنوع هاي أحد الأشياء اللي هي اللجنة الكورونا أخطأت في قرارها أنه أحكي لك أنه في بركة اللي هي عمومية وبركة اللي هي شخصية يعني برتيت خصوصية فالبركة العمومية اللي بدخلوا عليها مستجمين وبدخلوا عليها منويم مشتركين أيوة والبركة الشخصية اللي بيجي مثلا الأعداد بتكون قليلة جدا اللي بس اللي موجودين في الأوتيل هم اللي موجودين في البركة السباحة طيب إذا هنا بجوز ندائك أنه أنت تقدر توجهوا يعني أنه اتركوا السباحة تكون مفتوحة ونحن نلتزم بكل شروط وزارة الصحة من مصلحة وزارة الصحة من مصلحة اللجنة الكورونا أن احنا نزاول الرياضة ومطلوب مننا نعمل رياضة وفي الصدفة بهاي الأيام احنا لازم يكون نعمل رياضة بهمش إذا هي ببركة السباحة أو في الصلاة أو في الشارع أو زي ما بنشوف الناس بتمشوا حتى كما مات طبعا الناس بحاجة لأكسجين فأنا بطلب وبتأمل بهاي الدكايك يتم الكرار أنه عادة فتح الصلاة وفتح بركة السباحة ومش شايف أنه الإش رح يأثر بشكل سلبي أنه مفتحوا الصلاة وبركة السباحة هذا شيء يعني ربما أستغرب يعني أسموح للاعبي كرة القدم اللي يتدربوا يعني والسباحة ممنوعة يعني أيضا أنك في كمان مرة كمان مرة كمان مرة اللي بكون هناك في اتخاذ الكرارات أصحاب الكرارات هم ناس مش مهنين هم سياسيين عمليا طب أنا ما شفتش أنهم دعوا لجنة مثلا بتقول اللجنة هاي اللي هي مهنية يسألوها عن الأعراض المهنية عن الجوانب المهنية هم ما سألهم هم كاعدين في غرف مفيها مكيفات وبكرر من 20 ل 19 فاهمني بس أنا بتفهم شو اللي بيصلوا 20 فارق بين 20 واحد بيصلوا لبين 19 طيب على كل حال شكرا للدكتور أحمد ناطور المخاضر في كلية وينغت ومعهد وينغت إذن إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنتم مدعوون لمتابعة كل الأخبار والمسجدات عبر تطبيق موقع بانت حملوا تطبيق موقع بانت الآن وحصلوا على كل الأخبار العجلة على هواتفكم بشكل فوري المشاهدات والمشاهدون الأعزاء شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء في حلقات قادمة أخرى دمتم في رعاية الله لكم أجمل تحيات مني شاكر مواسي ومن طاقم العمل في ستوديو تلفزيون هلا إلى اللقاء نأتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر